حكاية بقى عمر كمال عبد الواحد بص يا سيدي عمر كمال عبد الواحد النادي الاهلي اغلق تماما 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 باب صفقاته المحلية باستثناء عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد لسه اخش معك في جدال الواحد يعني لسه حالا اخش اقولك طب لا عمر كمال عبد الواحد الاهلي عايز لا باستثناء عمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد على مسؤوليتي متمسك تماما 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 بالانضوام للأهلي في المركاتو الحالي رغم أن النادي الأهلي يستطيع أن يستفيد من عمر كمال عبدالواحد أفريقيا اللي مشاركته مع فيوتشر النادي الأهلي متمسك جدا باللاعب ويتكلم مع اللاعب ويخدم وافقة اللاعب وإدارة فيوتشر حتى هذه اللحظة كل التواصل كل التواصل وتواصل شافهي مفيش أي تواصل رسمي حصل صح ولكن اللاعب بيحاول مع إدارة فيوتشر أنه هو ينتخل للنادي الأهلي في مركاتو الشرطة طيب الخطة البديلة عند النادي الأهلي أنه يضم اللاعب من الآن من الآن للموسم القادم دي الخطة البديلة السؤالي أنا سألتوا الزمائلة قبل ما أدخل على الهوى النهار ده وإحنا نتكلم في الخبر ده هو الأهلي محتاج عمر كمال عبدالواحد بشراء الحالة اللي عليها عمر كمال عبدالواحد قناعة كولر لما تفرج على الرجل هي دي اللي تدفع النادي الأهلي بقوة وعارف انت بصلاها فيه انت بصلاها عدد اللاعب في المركز ده بالضبط طبع مستوى عمر كمال عبدالواحد مستوى رائع وهيبقى مكسب لأي نادي بيلعب فيه أنا بتكلم على أنت عندك محمد هاي دلوقتي وعندك خالد عبدالفتاح لما يرجع لك بالسلام إن شاء الله أكرم توفيه وكريم فؤاد طبعا لسه قدامهم شوية بس ما أنت عندك اتنين يشيلوا كمان رامر ربيع ممكن يلعب على اليمين في أي وقت لو أنت عايز تالت كمان أنا بقول مثلا والراجل باصص لعمر كمال عبدالواحد أنه لعيب زكر هو ده بعد أنا عايز معه منك هو الراجل باصص لأنه هو لعيب زكر بيقدر يشتغل في الجناح اليمين وخلي بالك تنمتيجي بص على كريم فؤاد اللي خلاه يلعب على كل الأجناح اللي بلعبه راح يتلمين في توقيت ما يقدم عبشك لجايد جدا لحد الإصابة هو في الأساس مش ظهير هو عايز ياخد منه حاجات معينة بيعملها عمر الزيادة الهجومية اللي بيعملها السرعات اللي عند عمر كمال عبدالواحد في الترانزيشن أنه يقدر ينقل الفرقة لأنه لعب بيلعب في الاتنين بوزيشن لكن في الأساس هو عمر كمال عبدالواحد أه أساسه مع اتحاد الشرطة وفي أول فترته مع النادي المصر كان بيلعب زهير أيمن لكن طبعا من بعدها كابتن علي ماهر من الموسم الأخير ليه مع المصري وبعدين بعد انتقاله للفوتشر بيعتمد على عمر كمال عبدالواحد كان جناح أيمن إلا في حالات استثنائية لما يكون الزهير عقل أيمن عنده مصبط